أهلا بكم بأمر من صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله قررت المملكة المغربية إرسال طائرات محملة بمواد غدائية إلى دولة قطر بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أوضح أن هذا القرار يأتي تماشيا مع تعليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه خاصة خلال شهر رمضان الكريم من تكافل وتآذر وتضامن بين الشعوب الإسلامية مصداقا للآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وتؤكد المملكة المغربية أن هذا القرار لا علاقة له بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين دولة قطر ودول شقيقة أخرى حيث أن موقف المغرب بشأنها كان موضوع بيان مفصل لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي صدر يومه الأحد 11 يونيو استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائل